اسم التجربة الكهرباء الساكنة في جو جاف الهدف من التجربة المقارنة بين الكهرباء الساكنة في الجو الجاف والجو الرطب عناصر الأمن وسلامة الخاصة بالتجربة الحذر عند نفخ البالون ودلكه أدوات التجربة قطعة صوف جافة خيط مصرة بلاستيكية بالون قصاصات من الورق حوض ماء خطوات إجراء التجربة ننفخ البالون ونربطه بالخيط ندلك البالون بقطعة الصوف الجافة نلسق البالون على الجدار ونراقب كم يبقى ملتصقا قبل أن يقع ندلك المصرة البلاستيكية بقطعة الصوف الجافة ثم نقربها من قصاصات الورق ماذا تلاحظ؟ نكرر الخطوات السابقة ولكن مع دلك البالون والمصطرة بقطعة الصوف بعد تبليلها بالماء النتائج يبقى البالون ملتصقا على الجدار مدة أطول عند ذلكه بقطعة الصوف الجاف ويكون انجذاب قصاصات الورق أكبر عند ذلك المصطرة البلاستيكية بقطعة الصوف الجافة لأن الماء يساعد على انتقال الشحنات الكهربائية عن البالون بسرعة لذا فإن الكهرباء الساكنة لا تظهر بشكل جيد في الجو الرطب لأن الشحنات لا تستقر على الأجسام مدة طويلة بعكس الجو الجاف حيث تكون الكهرباء الساكنة ملحوظة بشكل أكبر وتستقر الشحنات على الأجسام مدة أطول اشتركوا في القناة